موسيقى السلام عليكم هنا القاهرة وهنا مصر أرض الكنانة بعدما قررت أن تحاور أن تفتح بابا كان مغلقا كان شائكا حساسا يتجنبه الجميع هي دولة أمام تحديات جمة تقابلها تؤرقها تضغط بكامل حملها عليها وعلى أهلها ورغم ذلك ترسم لنفسها مصارا جديدا أنها بيت كبير يتسع للجميع يتسع لمعارض قبل مؤيد يقبل رافضا قبل متفق ويحتضن مشككا في كل ما يدور قبل منبهر مصفق بيت للحوار الوطني يحتويهم جميعا دون تخوين أو اتهام دون تهديد أو وعيد الكل سواء طالما يقدم مصلحة بلاده على مصلحة فردية أو حزبية ضيقة هي صفحة بيضاء جديدة الكل يأمل فيها أن تكون ماحية لسنين مضت كانت مغيرة كلا وجزءا الكل ينتظر ويتساءل أحقيقي ما يحدث؟ أهناك جدية في استيعاب المختلف والمتفق دون تمييز؟ أم سيكون أمرا تجميليا؟ وفقط فقط من لديه الإجابة؟ أهل مصر المشاركون بكافة فئاتهم طوائفهم أحزابهم الكبير فيهم والصغير العالم فيهم ببواطن الأمور ومن لا يعلم هم فقط من بيدهم مفاتيح الحل والعقد ومن بيدهم تغيير الحال من حال إلى بإذن المولى أحسن حال سلامنا الله وإياكم تكليف إدارة البؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة الطيرات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهدة إن الوطن يتسع لنا جميعا وإن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية لا يفسد للوطن قضية تبادل للرؤى في مختلف القضايا الهامة التي تخص الدولة المصرية بمشاركة فئات مختلفة جميعها رشحت لتناقش رؤيتها المستقلة للقضايا بناء على فهمها الخاص كان من بين هذه القضايا ملف الحريات السياسية الذي يعد أهم الملفات التي تناقش داخل الحوار الوطني في الوقت الحالي اسمحوا لنا للمزيد من الحوار والنقاش عن هذا الأمر أرحب بضيوف ملف اليوم على القاهرة الإخبارية الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار والدكتور محمد فايز فرحات عضو مجلس أمناء الحوار الوطني والسيد عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أهلا بكم جميعا واسمحوا لي أن أبدأ بالدكتور عصام دكتور عصام لماذا هذا الحوار الوطني في هذه الآونة؟ قد ينظر البعض ويقول مصر في هذه الآونة يسود حولها التوتر من كل اتجاه وهناك ضغوط اقتصادية للغاية فما الداعي لحوار كهذا؟ الحقيقة طبعا خليني أشكر حضرتك على السؤال الرائع ده الحقيقة احنا بأن الحوار الوطني هو جيف مرحلة من ضمن المراحل المطلوبة جدا لأن مصر مرد في العقد الأخير بكذا مرحلة من بداية من 2011 ثم صورت يونيو 2013 واللي احنا على مقربة من الاحتفال بالذكرى العشرة فيه وبالتالي احنا داخلين على مرحلة جديدة وده كان مفهوم من دعوة فخامة الرئيس عفتاح السيسي إلى هذا الحوار اللي هو أولويات العمل الوطني للجمهورية الجديدة مصر بتمر بمراحل علشان توصل للمرحلة الجديدة بعد عقود طويلة جدا من الركود سواء كان الركود السياسي أو الركود الاقتصادي أو حتى الركود الاجتماعي وانه هنا جاءت أهمية الثلاث محاور وجه أهمية وضع الحوار لأنه بيضع استراتيجية ورؤية جديدة إلى الجمهورية الجديدة وأساس الجمهورية الجديدة هو التشاركية أن جميع ابناء الوطن متشاركين في بناء هذا الوطن بطرح رؤاهم المختلفة فيه مختلف وشتى المجالات سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية وبالتالي احنا بنقول دي أهمية الحوار في هذه المرحلة ودي الدعوة إلى الحوار زائد أنه حياتك في سؤالك بتقول دعوة الحوار في وقت فيه أزمات اقتصادية وفيه أزمات سياسية في المنطقة المحيطة بينه طبعا دي بتدينا وجهة أكتر لوجوده لهذا الحوار لأن احنا المفروض وإحنا في الحوار بنتحور جميعا من أرضية وطنية من أجل الوطن فجميعنا في مسؤولية مشتركة إزاي نتكلم في الجزء السياسي إزاي أن احنا نضع أفكارنا علشان نحافظ على حدودنا نحافظ على وطننا ونعمل حياة سياسية جديدة تكون زي ما بيقولوا كده هي السولد هيساسية قوية متمسكة في ظهر بلدنا وأيضا طبعا المرحلة قد يرد البعض في هذه النقطة بالذات ويقول الدولة المصرية فيها كذا توقيت يعني تود أن تذهب أو تسير دون معارضة دون اختلاف في مصريها في هذه الأوقات الصعبة هو إحنا خلينا يعني عشان نقول المفهوم الصحيح للمعارضة يعني المعارضة لها مفهوم الحقيقة احنا على مدار العقود اللي فاتت فيه كثيرا من المفاهيم عندنا بقت مفاهيم مغلوطة وهدر حتك مسالين واضحين باعتبارنا دول مجال الحوار النهاردة الجزء الأول هي المعارضة فإحنا عندنا مفاهيم قديمة أن المعارضة هي أن أنا أعترض وأعترض ثم أعترض لكن المعارضة التي تبني الأوطان هي المعارضة البناءة وأنا أعترض على شيء معين ولكن أضع الحلول مش بأعترض لمجرد الاعتراض والجزء الثاني أساسي وأحد ركاز الاعتراض الحقيقي هو أن أعترض على شيء بعد دراست دراسة جيدة وأقول لأ أنا معترض على ده بعدما درست كده وأقدر أقول أننا هنتقل بعد كده ده الحل واحد اثنين ثلاثة جزء الثاني ورضه المفهوم الحرية الرأي والتعبير حرية الرأي والتعبير وأنا مش هقفز يعني على السؤال ولكن أنا بدي مسألين واضحين لازم نعرف إيه حرية الرأي والتعبير لأن دي مهمة جداً وبناء عليه نبقى نتكلم بقى في مسألة حقوق الرأي والتعبير والحريات لأنها لها معيير دقيقة جداً يجب أن نتفق عليها جميعاً فلو إحنا متفقين على المعارضة بهذا الشكل هيبقى وجود المعارضة هي أساسي جداً للرأي والرأي الآخر وهو بيعطي زخم لأي دولة الحقيقة بوجود أرأي اسمح لي أيضاً أن أشرك معي في هذا الأمر الدكتور محمد فايز فرحات ودكتور محمد يعني الدكتور عصام ذكر أن الأمر ليس اعتراض لمجرد الاعتراض لكن الاعتراض من أجل طرح الحلول لحل مشاكل الوطن كلا الأمرين اعتراض لمجرد الاعتراض أم اعتراض لطرح الحلول ترى الحوار الوطني وأنت جزء أصيل في هذا الحوار ترى الحوار الوطني في مصر حالياً يقترب من أي الاتجاهين يعني اسمح لي في البداية حتى نفهم طبيعة الحوار الوطني ووظيفته في مصر الآن أعتقد أننا يجب أن نقص فيها الاعتبار مفهومين رئيسيين في رأيه المفهوم الأول هو مفهوم الأولويات هذه الأولويات مفهوم رئيسي جاء في دعوة السيد الرئيسي المهورية للحوار في أبريل من العام الماضي في حفل إفطار الأسرة المصرية ففكرة الأولويات هي فكرة رئيسية في الحوار الوطني والأولويات هنا تعني أنه إذا كانت الدولة المصرية خلال الفترة منذ عام 2014 حتى الآن عملت على أولويات محددة كان من الصعب أن يكون هناك اختلاف حولها كان هناك أولوية تتعلق بالحرب على الإرهاب كان هناك أولوية تتعلق بتنمية الحد أو الوصول إلى الحد اللازم من تنمية البنية التحتية كان هناك بالإضافة إلى ذلك مسألة تثبيت مؤسسات الدولة بعدها الزات عنيفة مرت بها الدولة والمجتمع المصري في عام 2011 ثم عام 2013 كانت هناك أولويات واضحة وكان من الصعب الاختلاف على هذه الأولويات خلال المرحلة السابقة لكن الآن مع نجاح الدولة المصرية في القضاء على الإرهاب وبعد نجاح الدولة المصرية قبل ذلك في تثبيت مؤسسات الدولة بعد هذه الهزات العنيفة وبعد نجاح الدولة المصرية في الوصول إلى المستوى اللازم أو الحد الأدنى اللازم من تنمية البنية التحتية بعد هذه الإنجازات أو هذه الاستحقاقات يعني الرئيس الدولة الرئيس عفتاح السيسي يعني أراد أن يذهب إلى المجتمع وأن يدعو المجتمع المصري بكل قواه السياسية والاجتماعية والثقافية أن يتوافق على أولويات جديدة للمرحلة المقبلة هذه فلسفة الحوار وهذه قراءتي لفلسفة دعوة السيد الرئيس الجمهورية للمجتمع والقوى السياسية الوطنية لتوافق على أولويات محددة للمرحلة المقبلة المفهوم الثاني في رأيي هو مفهوم النموذج والنموذج هنا يعني كل دولة في مشروع النهضة والتطور كان لديها نموذج نموذج في المزج بين الأولويات نموذج في المزج بين التنمية الاقتصادية والتنمية السياسية والثقافية والاجتماعية وكل دولة كان لها مصارها الخاص كان هناك مصارات للقوى الأوروبية أو الاقتصادات الأوروبية في مراحل سابقة وهناك مصارات اتخاذتها أو وضعتها الدول الأسيوية في مراحل مختلفة عندما بدأت تجاربها التنموية الدولة المصرية أيضا لها نموذجها أو هي على طريق وضع وتطوير نموذجها في التطور وفي التحول سابقة واستنادا إلى أننا لدى الدولة المصرية في هذه المرحلة قيادة سياسية لديها مشروع للتنمية والنهضة والتحديث بالتالي هي تضع أيضا وتطور هذا النموذج هذا النموذج ركز في البداية على قضية التنمية الاقتصادية ويعتبر أنها كانت قضية شديدة الأهمية وفيه جوهرها تنمية البنية التحتية هذه القضية قضية التنمية أهملت كثيرا حتى في خطاب القوى السياسية في التحولات الكبيرة التي مرت بها مصر في عام 2011 ثم عام 2013 قضية التنمية كانت غائبة وهي قضية أساسية يعني لا يمكن إهملها لكن الدولة المصرية وضعت هذه القضية في الأولوية في عام 2014 لكن هذا لا يعني القضايا طيب دكتور محمد اسمح لي أن نبقى في هذا الإطار في إطار الحوار الوطني بشكل عام قبل أن نذهب إلى ملف الإطار أو المحور الاقتصادي نركز أكثر في المحور السياسي موضوع حلقة اليوم وأذهب إلى ضيف الكريم السيد عماد الدين حسين والبعض يصف الحوار الوطني بأنه صفحة جديدة بأنه باب جديد تفتحه الدولة المصرية من أجل الدخول في معرفة الأولويات تتوافق على الأولويات التي سيتفقون عليها في المرحلة المقبلة إلا أي حد قد تتفق أو تختلف مع هذا الوصف أنه باب جديد أنها صفحة جديدة تفتحها مصر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية لك ولضيفيك الكريمين بطبيعة الحال هو التعبير صحيح لأنه لم يكن هناك حينما تم إطلاق الدعوة للحوار في 26 أبريل من العام الماضي لم يكن هناك حوار الحياة السياسية في مصر كانت شبه معطلة وكلنا نعرف الأسباب كانت هناك تحديات كثيرة خصوصا تحدي الإرهاب والعنف ومحاولة تزبيت أركان الدولة من جديد وعادة الاعتبار للبنية التحتية تمهيدا للانطلاق في عملية الاصطاع اقتصادي هذين التحديين هما الذين فرضوا عدم وجود حوار سياسي أو حياة سياسية بالمعنى المفهوم خصوصا أن مصر عانت كثيرا من الإرهاب في هذا الفترة بطبيعة الحوار الوطني يعني فتح صفحة جديدة إذا قولنا الأمر بما كان قبلها قبل هذا الحوار لم يكن هناك حوار سياسي بين القوى السياسية إلى حد كبير وكانت الحكومة والدولة مشغولة بمقاومة الإرهاب أو بالتنمية وبالتالي هناك صفحة جديدة نعم لكن لم نعرف حتى الآن ما هي الطبيعة هذه الصفحة الجديدة التي نحاول بطبيعة الحال أن نستوضحها خلال جلسات الحوار وما سيصفر عنه الحوار مجرد أن يجلس كل مصر تقريبا يعني كما وضحها في قاعة نفرتيتي يوم الأربعاء القبل الماضي الثالث من مايو في الجلسة لفتتحها الحوار الوطني كان واضح أن فيه فعلا مصر مختلفة تماما مقارنة بما كان عليه الوضع من 2013 كل القوى السياسية في مصر موجودين تحت سقف هذه القاعة الكل يتبادل الأراء والأفكار والحجج وخلاف بالكلمات أو بحث عن التوافق سيد عماد هل تتتبشر أم تتخوف من سقف الحريات والتعبير في الفترة المقبلة والذي يعبر عنه الحوار الوطني بطبيعة الحال كلما كان هناك أنا من أنصار فكرة التفاور والتشاوم لا أحب ذلك كثيرا أنا رجل إلى حد ما أحاول أن أكون وقعيا وبالتالي وربما يكون هذا حتى حلا أو إدابة مختلفة على السؤال الذي تفضلت بطرحي على الدكتور أسام خليل القانون طالما أن هناك قانون لا نترك الأمر للنواية بمعنى مش أنا ولا حد تاني لا يحدد هل الأحزاب كويسة ولا وحشة هل فيه انفلات ولا القانون هو الذي يفترض أن يعمل ذلك بمعنى أنه أنا بعمل انتخابات مثلا فيه انتخابات متعددة فيه أحزاب بتنزل كل حزب عنده برنامج الناس بيروحوا يصوتوا لهذا الحزب بنيا على هذا البرنامج وبالتالي القانون هو الذي يحدد إذا كان هذا الحزب متفقا مع صحيح القانون وليس رأي الأحزاب الأخرى فيه لأنه كما تعلم في العملية السياسية الديمقراطية كل حزب يطرح برنامج مختلف حتى يصل الحكم ويطبقه في النقطة الثانية هو حولية الرأي والخوف من وجود انفلات وهو خوف مشروع من طبيعة الحال وقد عانينا منه كثيرا في مصر فالطبيعي أنه فيه قانون يحدد هذه الممارسات العالمية وقانون واضح وصالم ومن يخرج عليه يتم معقبته بالقانون ومن يلتزم به أهلا وسهلا وبالتالي أنا لا أخشى فكرة وجود انفلات من عدمه طالما أن صحيح القانون يطبق على الجميع وبالتالي وقتها بالعكس أنا أظن أن هذا سيثبت فكرة الحريات أكثر لكن النقطة المهمة في كل هذا هو ليس الأمر فقط وجود القانون أو تطبيقه المهم أن تكون هناك بيئة صالحة ومناسبة تجعل الناس يمارسون حرياتهم بأكبر قدر من الوضوح وبالتالي لا نسمح بدخول على سبيل المثال متطرفين أو إرهابيين أو ناس بيشتروا الانتخابات بالفلوس تحت حجة الديمقراطية وأيضا أن لا نسمح بانتهاك الحريات تحت دعوة الحرية وبالتالي النقطة هنا هل يعني أظن أن الحوار الوطني أحد أهدافه التي ينبغي أن يسعى إليها هي توفير البيئة الملائمة لممارسة سياسية راشدة وعاقلة وحريات مسؤولة يمكن لنا أن ننهب لأنهما قيمة الحرية إذا كانت ستؤدي على سبيل المثال للفوضى والحكم في ذلك يبغي أن يكون للقانون أولا وأخيرا نعم أعود مرة أخرى إلى الدكتور عصام ودكتور عصام بصفتك رئيس حزب سياسي من أكبر الأحزاب الموجودة في مصر حاليا ما الذي تعولون عليه كأحزاب من الحوار الوطني هل الدولة المصرية تتدخل من أجل أن ترسخ أقدام الأحزاب المصرية في الشارع المصري أم أنتم من تسعون لذلك كأحزاب أم أن البيئة المناسبة تعولون على بيئة مناسبة تجعلكم قريبين من المواطن المصري هي الحقيقة المشتركة بين الجميع هو مسلس لأن المشكلة الحقيقية في الممارسات السياسية أو في الأحزاب السياسية في المرحلة الحالية هي الثقافة الحزبية السياسية نحن عايزين نقول على مدار العقود كان الانضمام للأحزاب لا يتم عن طريق الأيدولوجية هنا أقول الجزء الأولاني وهو الجزء الثقافة بين المواطنين يعني لازم أنا بقى كمواطن أنا منضم للحزب الفلاني لأن أنا شايف أن الأيدولوجية بتاعته سواء كانت أيدولوجية هل هو وسط يمين الوسط يسرر وسط لبرالي أو اشتراكي وداخل هذا بقى برمجه وأهدافه وبنان عليه أنا بنضم ليه فبقى داء انضمامي لا أنا بنضم ليه عشان خاطر على رأس هذا الحزب أو من يوجد هما ناس معرفة أو أصحاب أو أنا بحبهم وفي نفس الوقت عشان ما يبقاش أنا بنضم ليه لمجرد أن أنا عايز أوصل كرسي في البرلمان أو كرسي في المحليات ده الجزء الأولاني إليها الثقافة ونبني عليها بقى الباقي اللي هو دور المساندة الدولة زي بحيتك بتقول مساندة الدولة أنا لا أقصد إطلاقا هو الدعم العيني وأحنا أصدق الدعم المالي للأحزاب السياسية لأن الدولة فيها ما يكفيها ولكن يمكن من خلال بعض تغييرات في بعض القوانون الأحزاب السياسية إن إحنا يبقى في بجال أكتر إنه يبقى دعم بصورة غير مباشرة بما معنى يعني علشان ما أطولش في النقط دي كتير إنه على سبيل المثال التبرع للأحزاب يتم خصمه من الضرابة زي جماعيات الأهلية مثلا أقدر أقول إن الأحزاب يمكن أن تمارس نشاطات استثمارية تستطيع أن تدر لها دخلا قد يتوقف البعض هنا في هذه النقطة ويقول الأحزاب في كل دول أو في أغلب دول العالم مما عرفناها لا تتلقى دعما من الدولة لكنها تتلقى دعما من التبرعات عشان كده أنا قلت لحضرتك لأنه هنا النهاردة في حالات التبرع أولا ما فيش الثقاف أو هيتبرع لي للحزب أو هيتدينه ليه إلا لو كان له غرض شخصي لكن لهو داخل على أيدولوجية وعايز ينمي الأيدولوجية ويكبر الحزب ده لأنه هو بينتمي لي بينتمي للفكرة دي الحقيقة هيقدر أنه يتبرع وفي نفسه هيتبقى تشجيع لي أنه هذا التبرع دعني دكتور أسام أتوقف عند الجزئية الماضية الصغيرة الماضية يعني أنه يدخل الحزب من أجل غرض ما من أجل أن يكون عضوا في البرلمان أو في منصب ما أليس هذا من الأساس هو وظيفة الأحزاب أن تسعى للسلطة؟ ده حقيقي لكن أنا بقول الغرض وأن تسعى للسلطة من أجل تطبيق مبادئها لكن هو بينضم لأنه خلي حدث حدثك الحوار نحن نتكلم حوار تتحدث عن غرض شخصي بعيدا عن المصلاح العمل بالزبط كده لا يعني أنا داخل هذا بدليل أنه في كملاحظ يعني أو دليل على هذا أن الأعضاء أو النواب حتى بينتقلوا من حزب إلى حزب حتى وإن كان مختلف في الأيدولوجية ودي ظاهرة كانت موجودة في الفترة السابقة وبالتالي ده أنا بدي لك دلالات على إزاي أنه هو بيبقى هو مش هدفه الأيدولوجي هو هدفه أننا آه الحزب ده الرؤية بتقول أنه ممكن يبقى له كراسي أكتب في البرلمان فأنا أروح يمكن يكون لي فيه نصيب بعد ما بيخلص دوره بيروح لحزب آخر فده جزء ده جزء من اللي أرجع لي سؤال حالتك إزاي أن أتقوم الجزء التاني أن الدولة المصرية يعني فيه أي تبقى يعني مفهوم الحزب الحقيقي أنه هو التشانل هو وسيلة اتصال أيضا ما بين الحكومة وما بين الشعب فلو أنا فيه شيء أنا محتاج أن أنا مثلا خدمات للمواطنين وما أقصدش خدمات برضو خدمات العدية لكن فيه محتاج خدمات في علاج على نفقة الدولة أو هو محتاج مثلا فيه شكوة ما يبقى فيه تواصل ما بين الجهاز الإداري للدولة على سبيل المساك وإحنا مديين في ده كحلول وهي موجودة على فكرة لكن غير مفعلة لها إدارة التواصل السياسي سواء كانت في المحافظة أو سواء كانت في الوزارات ولكن مهاش مفعلة أو فده بالتالي برضو أنا بفقد قدرتي على أن أنا أتواصل مع الدولة في ده الجزء الثاني المساحة للأحزاب تطلع تقول أهدافها وبرامجها من ناحية الإعلامية عشان الناس تعرف ده جزء على الدولة الدورة على الأحزاب بقى أنها تشتغل بما معنى أنه لازم فيه أوضاع تتقننها فيه تعمل دورات تدريب وتصقيف وتعود إلى كمدرسة وأكاديمية لإخراج رجال سياسة ورجال دول لأن الحقيقة الأحزاب السياسية هي المدارس الحقيقية هي المعترك الحقيقي عشان أطلع ناس سياسيين الأحزاب المصرية هي بالتأكيد المدارس السياسية الحقيقية اسمح لي أن أذهب بهذه الجملة إلى ضيف الكريم الدكتور محمد فايز ودكتور محمد يعني ضيف الكريم منذ دقائق الدكتور عصام ذكر أن هناك أحزاب سياسية كثيرة بتوجهات كثيرة هناك يمين يمين وسط هناك لبرالي هناك اشتراكي ما مدى يعني طرح بعض الأطرحات في الحوار الوطني أن تكون هناك إمكانية لدمج بعض الأحزاب السياسية ذات التوجه المشترك ذات الأيدولوجية المشتركة في الفترة المقبلة هل هذا الأمر يطرح أيضا في الحوار الوطني؟ يعني اللجنة الخاصة بالأحزاب السياسية في الحوار تركز على قضايا محددة وفقا لما تم التوافق عليه داخل مجلس الأمناء بالتشاور مع المقررين مقرر العام للمحور السياسي ومقرر اللجنة تم التوافق على قضايا أساسية وهي قضايا سلاسل قضايا الخاصة بما هي المعوقات التي تواجه يعني عمل الأحزاب هذه نقطة أساسية أو محور رئيسي بالتأكيد ستكون هناك وجهات نظر كثيرة فيما يتعلق بالإجابة على هذا السؤال كيف يمكن تفعيل الأحزاب السياسية وما هي المعوقات التي تواجه عملها وكيف يمكن إزالة هذه المعوقات والمتوقع أن يكون هناك إجراءات أو إجابات عملية على هذا المحور المحور الثاني يتعلق بالحوكمة داخل الأحزاب السياسية والحوكمة هنا الحوكمة المالية والحوكمة الإدارية بمعنى كيف يمكن أن يكون هناك نمط من الحوكمة أو المعايير الواضحة التي تضمن شفافية العمل داخل الأحزاب السياسية وأيضاً إجراءات كثيرة لأنه جزء من مشكلات الأحزاب السياسية لا تتعلق بالبيئة التشريعية فقط ولا بالبيئة الثقافية أو بالبيئة الخارجية بشكل عام لكن تتعلق بالبيئة الداخلية بالبيئة داخل الأحزاب السياسية هذه مسألة يعني أعتقد سيتم مناقشتها من خلال ما يعرف به الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب السياسية هناك الأمور الأخرى الخاصة بعمليات تشكيل الأحزاب إلى آخره وأريد أن أقول هنا أن القانون الحالي المنظم لعملية تأسيس الأحزاب يعني حقق أو أخذ خطوات مهمة بالمقارنة بالقوانين أو الأطر التشريعية التي كانت قائمة قبل عام 2011 يكفي أن نشير إلى أن الإطار القانوني الآن يعطي الأحزاب السياسية الحق في التأسيس بالاخطار أخذ خطوات مهمة في مجال أو في عملات تأسيس الأحزاب أو حل الأحزاب إلى آخره كل هذه الأمور يعني القانون الحالي تضمن إجراءات وتسهيلات كثيرة جدا بالمقارنة بما كان عليه الوضع قبل عام 2011 لكن هل هذا كافي وفقا لي ما هو يعني واضح حتى الآن أن الأحزاب السياسية تتحدث عن أن هناك مشكلة في عمل الأحزاب السياسية لكن كيف يمكن التعامل مع هذه القضايا التي ستناقشها اللجنة ولا نريد أن نصادر على ما ستنتهي إليها اللجنة لكن ما يمكن التأكيد عليه هنا من وجهة نظري أن مسألة الانتماء أو تفعيل الأحزاب يعتمد على جهود كبيرة من جانب الأحزاب السياسية نفسها يعتمد على أيضا تشجيع فكرة المشاركة في المجتمع أمور الثقافة السياسية هناك عوامل تعتمد أيضا على المبادرات التي يمكن أن تأتي من جانب الأحزاب حضرتك طرحت فكرة الاندماج فكرة الاندماج مهمة جدا وأعتقد أنها فكرة قائمة حتى خارج الإطار القانوني يعني لدينا أشكال الآن للتنصيق بين الأحزاب السياسية مثل تنصيقية شباب الأحزاب هناك أطر أو بوادر مهمة لإمكانية التنصيق بين الأحزاب السياسية وأعتقد أن هذه الفكرة يمكن البناء عليها لقد تذهب بعض الأحزاب السياسية إلى أن الاندماج مع أحزاب أخرى قريبة معها في التفكير وقريبة معها في طبيعة القواعد الاجتماعية التي تستند إليها بشكل يفتح أو يؤسس لي فكرة الاندماج بين بعض هذه الأحزاب فبالتالي جزء الحصولية يقع بالفعل على الأحزاب السياسية بعيدا عن الإطار القانوني أو الإطار التشريعي المنظم لعمل الأحزاب السياسية لكن بالتأكيد ما ستنتهي إليه هذه اللجنة من أفكار أو من توصيات بالتأكيد سيساهم في تحقيق نقلة في العمل الحزبي في مصر نتمنى ذلك بالتأكيد أعود مرة أخرى إلى ضيفي الأستاذ عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وأستاذ عماد لجنة حول الإنسان وقضاياها إذا نظرنا إليها نجد بها بعض الأمور التي قد يراها البعض شائكة نتحدث عن حرية التعبير والفكرة العقوبات السالبة للحرية الحبس الاحتياطية الإجراءات الاحترازية بعد الإفراج عما حبسوا دعاوى التعذيب كل هذه الأمور قد ينظر البعض إليها أو المواطن إليها المواطن المصري على أنها أمور شائكة كيف تابعت إدراجها في الحوار الوطن؟ هذا سؤال مهم وقد يكون مفاجئا لكثيرين أن فيما يتعلق بموضوعات حقوق الإنسان كانت الأقل جدلا بين أعضاء مجلس الأمناء حينما تم الإقرار الموضوعات والقضايا المختلفة مثلا مقارنة بالملف الاقتصادي على سبيل المثال والمحور الاقتصادي كان هناك جهد كبير بوزلة في الحوار الوطني فيما يتعلق بقضية حقوق الإنسان وهذا الجهد الموضوعية الجانب الأبرز الذي يعني بوزلة كان من زميلنا في مجلس الأمناء المحامي الكبير المعروف ندياد البرع إضافة بالطبع المنسق العام محمود فوز لضيارة شوان وخبرة الأمين العام أو رئيس الأمناء الفنية المستشعر محمود فوز هناك اتفاق عام بين مجلس الأمناء وظن بين كل المصريين على ضرورة أن يكون هناك هذا الملف يكون في أفضل أحواله أن نتخلص من كل السلبيات أن نصفي هذه التركة لأنه بمساطة المصريين يستحقون ذلك أولا وحتى لا نعطي الخارج بعض الخارج يستعمل هذا الملف كفزاعة أو وسيلة لإبتزاز وبالتالي كلما كنا وعيد لهذا الأمر وكلما اتخذنا خطوات فيه في هذا أمر طيب هذه رقمه عاد نمرة اتنين الدولة المصرية نفسها وعلى رئيسها رئيس عفتاح السيسي منذ اليوم الأول لإطلاق الحوار الوطني في 26 أبريل قبل الماضي كان في هذا اليوم في حفل إفطال العسرة المصرية جرى تفعيل وعادة تشكيل لجنة العفو الرئيسي هذه اللجنة مارست عملها بجدية بالتوازي مع مناشدات مجلس الأمانية كل جلسة لمجلس الأمانية كان يناشد السيد الرئيس مزيد من الإفراد عن المحبوسين على زمة قضاء رأي وقد استجاب الرئيس مشكورا لهذا الأمر وتم الإفراد عن أكثر من 1400 شخص طوال العام الماضي وهو رقم كبير جدا وبالتالي أفضل دليل وأفضل برهنة على أن الدولة تسير في طريق صحي في هذا الأمر هو هذا العدد غير المسبوك مقارنة بفترات أخرى ما قبل الحوار الوطني اللقطة السئلسة المنسق العام ديارة شوان ومعه المستشار محمود فوزي جلس مع كل ممثلي المنظمات الحقية المصرية وأنا حينما أقول كل أعنيها من أقصر يمين إلى أقصر يسار من الذين ينتقدون إلى الذين لا ينتقدون وما بينهم وكان هناك توافق تام على من هذه المنظمات على فكرة الحضور والمناقشة وعدد كبير منهم حضر الجلسة الافتتاحية يوم الأربعاء قبل الباضي في ظن الشخصي أن ما فعلته مجلس بناء الحوار الوطني والجهات الرعية له في هذا الملف تحديدا كان قصة نجاح كبيرة كان خروج عما يتصوره البعض من تابوهات أو حاجات غير مقبولة للمساز بها أو مقدسات وبالتالي هو نجاح لمصر كلها لأن حينما يتم تصفيرها تابوهات أو أن الأمر ليس مجرد للدكور أو للشكل فقط بالطبع لأن مرة تانية طالما أنه لا توجد قضية تمس الأمن القوم المصر بصورة واضحة وطالما أن الأمر لا يخص الإرهابيين أو محارضين على الإرهاب فكل الأمور قابلة للنقاش وكل الأمور قابلة للتصف وبالتالي أنا أظن أن هذا الملف بزل فيه جهد كبير وكانت النتائج فيه واضحة وجيدة حتى قبل أن يبدأ الحوار بالفعل يوم الأحد المقبل أذهب إلى الدكتور عصام ودكتور عصام حديث أيضا عند هذه النقاط الشائكة يعني حرية التعبير والفكرة العقوبات السليبة للحرية الحبس الاحتياطية الإجراءات الاحترازية بعد الإفراج عما انحبسوا دعاوى التعذيب هل ترى دخول الدولة في هذه النقاط الشائكة حاليا في الحوار الوطني هل الدولة بهذا الأمر تستبق أي انتقادات دولية في هذا الإطار أن تقول بيدي لا بيدي عمر بيدي لا بيدي المنظمات والمؤسسات الحكومية الدولية الحقوقية الدولية خلو نوضح حياتك حاجة بسيس كمال أن الحقيقة الدولة مش بتعمل ده علشان نظرتها على الانتقادات الدولية هي مصر يريدي عملت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ولازم لما نيجي نقول يعني الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي مفهومنا المصري الحقيقي ما هي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان ليست فقط حرية الرأي والتعبير وهي ما يركز عليه الغرب لكن حول الإنسان حقه في السكن حقه في الطعام والمشرب الجيد في الممارسة حياة الطبيعية الأمنة أيضا حق من حقوق الإنسان فمصري حين تفعل شيء فتعمله مصري خالص مش استباقا ولا وضعا في الاعتبار لأن الحقيقة بمتابعتنا نحن كحزب اللي ما يصدر من بعض المنظمات الدولية ولا داعي لذكرى اسمها أنا بلاحظ أن فيه زدواجية في المعايير فأنا لو أنا هشغل نفسي إزاي أن أنا أرضي ناس أو أرضي هذه المنظمات أنا شايف أنه مش هيبقى فعال إحنا بنفعل ده بدليل هقول لحيطك دليل يعني في السياق الأستاذ عماد دين حسين لما بيقول أن إحنا بس ده إحنا كمان مش أفرجنا عنهم ولكن أدمجناهم في المجتمع وهذا يعني لم يطلب مننا فالدولة حين تفعل هذا تفعل هذا إيمان منها بحق المواطن المصري وبالتالي ده يعني ردي على سؤال حضرتك في مجال حقوق الإنسان مصري أنا فوجة نظري أننا نطبق حقوق الإنسان فعليا ولو هناك بعض الشوائب فمن خلال الحوار ومن استجابة الدولة ومن لجنة العفو لأنه برضو أنا عايز أضيف حاجة أنه لجنة العفو قبل ما تبتدي بالجدية الموجودة تم عادة تشكيلها وده بيبين برضو أن الدولة أداء السابقين كان برضو محتاجة أكتر أنا لأقلهم أحد فعادة تشكيل لجنة العفو هتعمل بجدية وزي ما قال استاذ عدد دين حسين دلوقتي أنه تم الإفراج عن 1400 واحد وده مجوم في المجتمع ومش بس فقط الحرية الرأي والسياسة ولكن هناك حالات إنسانية كثيرة كالغريمات وهذا حق من حقوق الإنسان لأنه اللي بتتعرض لظروف أو اللي بتتعرض لظروف قهرية والدولة بتقف معاه حق هذا من حقوق الإنسان أيضا نعم اسمحوا لي ونحن نتحدث عن حقوق الإنسان عن هذه اللجنة التي بها القضايا الشائكة الأكثر شائكة في الحوار الوطني تنضم إلي الدكتورة نيفين مسعد وهي مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة في الحوار الوطني المصري أهلا بك في البداية معي في ملف اليوم على القاهرة الإخبارية ودكتورة نيفين القضايا شائكة للغاية حرية تعبير وفكر عقوبات سليبة للحرية حبس احتياطي إجراءات احترازية بعد الإفراج عمان حبسه دعا وتعذيب برأيك ما القضايا المتفق عليها والمختلف عليها فيها هكذا اللجنة التي أنت مقررا لها أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بسادة مشاهدين هو إحنا حطينا في الحقيقة مجموعة من القضايا الأساسية حضرتك تفضلت بذكر أهمها ورفعنا القضايا دي لمجلس الأمنة وهو أقرها وبالتالي أصبحت هي مدرجة على جدوى الأعمالنا من قضية العدالة الجنائية بمعناها الواسع بما في ذلك كل المرحلة اللي بتبدأ من أول القاء القبض على الشخص وحتى صدور حكم نهائي ضده يعني فدي أول قضية كبيرة ودي بتهم شريحة واسعة جدا من المواطنين المصريين حركة تحدثين عن أمد التقاضي؟ لا كل شيء يعني هل الضبط تم وفق صحيح القانون ولا لا والضمانات اللي بيضمنها الدستور هو بيكفلها ولا لا؟ هل الشخص ده كان مع محامي؟ هل أخبرت أسرته؟ يعني من لحظة القبض على الشخص وبعد كده فاطس الحبس الاحتياطي هل قضى المدة المنصوص عليها؟ ولا تجاوزها؟ طب لو هو أضاها هل بيعاد التمديد له أو لا؟ يعني كل ما يتعلق بالعدالة القضائية أو بالمحاكمة العدلة للمواطن وما قبل حتى المحاكمة العدلة اللي هي من لحظة زي ما قلت القبض عليه فدي القضية الكبيرة اللي بتشغل قطاع واسع جدا من المواطنين في قضية ثانية اللي احنا حنقشها إن شاء الله يوم الأحد القادم هي قضية بكفحة التمييز وتحقيق المتواة بين جميع المصريين بدون تمييز بسبب لدين ولا عنصر ولا نوع ولا لون ولا أي شيء دي قضية كبيرة أيضا وهي قضية طبعا بنظمها الدفتور وكل دستير مصري بالمناسبة قد يسألوا البعض هنا من يميز ضدهم؟ من يميز ضدهم؟ لا طبعا في فئات كثير يعني التمييز ممكن يتم بسبب الدين ممكن يتم بسبب النوع رجل وامرأة ممكن يتم بسبب البشرة أصمر أو هلو هناك تمييز في مصر على حسب البشرة؟ يعني قد يحدث هذا الأمر خارجا وارد يعني مقدرش أقول إنه ما فيش يعني فكرة القطعية في إن أنا أحكم إنه لا يوجد تمييز على أساس البشرة لا مقدرش أقول أبدا إنه ما فيش هذا التمييز مقدرش أقول إنه اقتناء ما فيش تنمر على اللي عنده بشرة مش بيضاء أو يعني عنده بشرة ملونة في تمييز على أساس الإعاق أحيانا رغم إنه طبعا ده مجرم دستوريا وقانونيا وكذا لكن طبعا يجري أحيانا تمييز على أساسه هناك نسبة من الدستور مخصصة لهم في التعيينات وركز عليها رئيس الدولة من قبل حضرتك شيء فأر بين النصوص الدستورية والتطبيق والممارسات الاجتماعية يعني ده إحنا عندنا بيحصل تمييز حتى بما يتعارض مع يعني نصوص دينية يعني عندما تحرم أمرأة مثلا من الميراث في الإستعين هل ده له سنة قانوني؟ بالقطع لا هل ده له سنة ديني؟ بالعكس ده هو بيصدن به استضاما وبشرا ولكنه بيحصل فإزاي ننظم ده؟ هل إحنا محتاجين نغلز العقوبة؟ هل إحنا محتاجين نرجع المنظومة القانونية؟ هل إحنا محتاجين نرصد الحالات اللي بهذا المعنى؟ فالنص الدستوري ضامن طبعا والنص القانوني بيبقى ضامن لكن كمان نحن بحاجة إلى رصد الممارسات الخارجة على هذا النص سوى في الدستور أو في القانون كمان في قضية حرية الرأي والتعبير يعني على مختلف المستويات في الإعلام البقروق والمسموع والمرئ وهي قضية في منتهى الأهمية وهي أيضا قضية من القضية المدرجة على جدول أعمال نجمة الحريات العامة وحو الإنسان وفي قضية خاصة بالحريات الأكادومية بمعنى حرية الباحثين والأفزة والمجتمع لأنه فيه داخل الحياة الأكاديمية ففيه مجموعة كبيرة من القضايا الحقيقة وجدول يعني مزدحم جدول مزدحم والقضايا شائكة وبالتأكيد سيتم متابعة هذه اللجنة على قدر الأخص شكرا جزيلا لدكتورة نيفي مسعد مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني المصري وعود مرة أخرى إلى ضيوفي والدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار لو نتحدث الآن عن لجنة المحليات أيضا المحليات إذا أردنا أن نضع الأمور في نصابها المواطن المصري هناك تركة ليس باللطيفة بينه وبين المحليات كيف ترى هذا الأمر؟ الحياة لقوانين المحليات وكان منصوص عليها في الدستور في دستور 2014 ولكن اللي أنا عايز أضعه لحضرتك لأنه حتى من 2015 في برلمان 2015 حدثت محاولات كثيرة لإصدار قانون سواء كان الإدارة المحلية أو قانون انتخابات المحليات خليني صراحك القول لأنه الموضوع ده يعني يعني لقنا شوية لأنه المادة الدستورية معيقة جدا في إصدار قانون سهل سلس يستطيع أنه ما تعنش عليه دستورية وده لو عايز ده عايز نفرد له حلقة لأنه حط فيه توصيفات معينة الحقيقة أنا يعني وطبعا طبعا إحنا بنحترم الأطر العامة والأسس اللي وضعها الحوار الوطني ومجلس السادة مجلس الأمنة أنه لا كلام في التعديلات الدستورية ولكن يعني الشيء بالشيء يذكر لأنه لما لاي أنه أنه بيذكر في القانون أو في المادة الدستورية الشباب 25% فقط ونقطة ما قالش على الأقل والمرأة 25% ونقطة وما قالش برضو على الأقل وباجي في مؤامة معينة وأقول 50% عمله فلاحين على الأقل وبعدين يدرج فيه مادة تمييز موجودة أيضا وإحنا مادة دستورية فوق في الدستور بيقول أنه لا تمييز ولسه الدكتور نافين بتقول هذا الكلام وبالتالي لما أجا أقول مثلا المسيحيين والإعاقة ما يكونوا من العمال والفلاحين طبعا عشان أعمل قانون بهذا الشكل يبقى صعب جدا إحنا درسنا 100 محاولة ومحاولة سواء كان في برنامان 2015 أو حتى في المرحلة الحالية يعني آه ممكن يطلع وممكن نعمل فيه بعض المحاولات في الصياغات ولكن أنا دكتور أسامو هل أنت من الأساس مع وضع ضمانات نسبية لعدد من الفئات أو ما درج على تسميته الكوتة لبعض الفئات أم لا خلينا أقول لحضرتك يمكن ده كان يكون له داعي في الفترات السابقة لكن أنت عارف حياتك أننا الحزب بتاعنا هو حزب لبرالي وأنا دايما في الأحزاب حتى في المجال الاقتصادي وإن كاننا مش مجالنا اللي هو آليات السوق هي أكتر حاجة وأفضل حاجة وبالتالي أنا كحزب عندي مرأة أحض المرأة لكن مش بالضرورة لازم أحط ممكن أحطه أكتر من 25% يعني أنا مثلا وهاجي أقول لحضرتك لأن هرجع تاني للمادة الدستورية دي أنه لما أنا أجي أقول لحضرتك أن أنا عايز أضيف مرأة أكتر أو شباب والمحليات هي المحق الحقيقي أن أنا أثري به الحياة السياسية فلابد أن أنا عايز أحط مثلا 60% الشباب هقول آه حطهم بس من ضمن العمال ممكن دستوريا يطيعن عليهم يعني ده ده يعني مجال كبير قوي في الحديث الحقيقي زائد أنه برضو لما جاء قال عمال وفلاحين ما قالش عمال وفلاحين طب فيه مناطق مثلا أن هناخد منطقة زي مصر الجديدة هجيب منين منها عمال وفلاحين فعشان كده بقول لحضرتك هذه المادة الدستورية يعني لا البرلمان اللي فات ولا البرلمان الحالي لأنه البرلمان اللي فات كان بيولام كيف أنه ما عملش القانون ده وده مهم وحاجة ملحة جدا في المحليات وبالتالي أنا رأيي مش أتكلم في الموضوع بتاع التعديل عشان كده بقول آه ممكن يطلع قانون لكن أنا يعني أشك واب القوة أنه مش هطين عليه دستوريا نحن عدم نظبط كذا نظام انتخابي لكن أنا في المرحلة الجاية وأأمل أنه في النظام الانتخابي الجديد أنه ما يكونش فيه نظام الكوتا لأنه الجميع مصريين وطرق الألية حتى في السياسة العرض والطلب هو ده أفضل حاجة للمرحلة الجاي دي وجهة نظرنا كحزب أنتم كحزب تستطيعون طرح هذا الأمر في الحوار الوطني في الفترة المقبلة بمشاهدة لا أعود مرة أخرى إلى ضيفي الدكتور محمد فيز فرحات ودكتور محمد يعني نتحدث عن الإشراف القضايا أيضا على الانتخابات هناك البعض قد يقول أغلب دول العالم لا يطبق فيها الإشراف القضائي على الانتخابات هم موظفون فقط من يشرفون فلماذا الإشراف القضائي على الانتخابات بالطبع رئيس الدولة المصرية قد وافق على هذا الطرح لكن لماذا هذا الطرح من الأساس يعني هناك نقطتين أساسيتين في هذا الإطار يعني يجب أخذوهم في الاعتبار النقطة الأولى هو أن معظم دول العالم بالفعل أو على الأقل أن هناك تجارب دولية أخذت بها عدم الإشراف القضائي وكان البديل هو أن تكون هناك هيئة مستقلة يعني لديها الكوادر ولديها الإمكانيات التي تمكنها من الإشراف على الانتخابات بشكل لا يؤدي إلى أي شكوك في نتائج هذه الانتخابات سواء من حيث النزاهة أو من حيث القدرة على التنظيم إلى آخره من القضايا المرتبطة أو المسائل المرتبطة بالانتخابات هناك تجارب دولية بالفعل عديدة أخذت بهذا المنح أو بهذا المصار وهذا ربما ما دفع واضع الدستور المصري لأخذ بهذه التجارب أو بهذا المصار وأعطوا فترة انتقالية لحصول إلى هذا البديل أو هذا الهدف هذه نقطة نقطة الأولى أن هناك واقع أو ثقافة مصرية حتى الآن لدى المواطن ولدى الناخب المصري يعني تربط بين النزاهة نزاهة الانتخابات وبين الإشراف القضائي القضاء أو السلطة القضائية والقضايا تمتعون باحترام تقدير ووضع خاص لدى الناخب المصر ولدى المواطن المصري بشكل عام وبالتالي انتهت من الناحية العملية انتهت المدة الانتقالية أو قاربت على الانتهاء لكن ربما يعني اللجنة الخاصة لجنة الانتخابات ربما لم تصل أو لم يتوفر لديها حتى الآن يعني توفير أو الامكانات أو الوصول إلى الامكانات المتاحة التي تمكنها من تنظيم الانتخابات بما يضمن يعني الوصول إلى التجارب الدولية وبالتالي هنا مجلس الأمناء رأى بعد الرجوع إلى المادة الدستورية المنظمة أو المتعلقة بهذه المسألة وتأكد أن نص المادة الدستورية لا يمنع إمكانية إعطاء مهلة زمنية أخرى حتى يمكن الوصول إلى هذا الهدف أو الوصول إلى التجارب الدولية الموجودة في هذا الشأن وبالتالي طالما وفقا لرؤية مجلس الأمناء طالما أن النص الدستوري يسمح بمد الإشراف القضائي على الانتخابات العامة في مصر كانت التوصية التي قدمها مجلس الأمناء وبالتالي الأمر هنا لا يمثل أي انتهاك أو يعني مخالفة للنص الدستوري المجلس الأمناء أكد على أن الدستور هو مرجع رئيسي أو أحد الموضوعات التي خارج الحوار وبعد أن تأكد من ذلك يعني رأى أنه تجاوبا مع الثقافة ومع الإدراك لدى المواطنين ولدى الناخب المصري فيما يتعلق بأهمية الإشراف القضائي رأى إمكانية أن يكون هناك يعني تعديل تشريعي يسمح بالإشراف القضائي على الانتخابات وربما هذا التشريع الجديد يكون مدة انتقالية جديدة حتى الوصول إلى التجارب الدولية وربما لا نريد أن نصادر على ما يمكن أن ينتهي إليها التشريع لكن هذا في رأيي يفسر أو ما يفسر لنا لماذا اسمح لي عند هذه النقطة حتى لا نترك هذه النقطة وبتأكيد أنا أعتذر على المقاطع لكن أذهب سريعا لضيق الوقت مع ضيف الكريم سيد عمادي دين حسين وعندما نتوقف عند هذه النقطة نقطة التخوف لدى البعض من عدم نزاهة الانتخابات كما حدث في سنين أو في أعوام سابقة التخوف من هذا الأمر من عدم نزاهة الانتخابات وبالتالي المطالبة بإشراف قضاء كامل على كل الصندوق الانتخابية البعض قد يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها يعني دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة شكك في نزاهة الانتخابات يعني تحدث عن تزوير الانتخابات الرئاسية الأمريكية وفي ذات الوقت لم يطالبه لم يطالب أي أحد بإشراف قضاء في الولايات المتحدة الأمريكية فلماذا المطالبة بهكذا مطلب في مصر هذا أيضا سؤال مهم لكن أيضا ونحن نتعامل مع مثل هذا الأمر علينا أن نكون متأكدين أنه لا توجد أمثلة قاطعة تصلح للتشابه بين الدول المختلفة لسبب جوهري وهو اختلاف النطج السياسي بين هذه الدولة وتلك كل دولة لديها تجربة سياسية مختلفة عن الأخرى فهو بالتالي لا أستطيع أن أقول أن أطبق المثل على حالتين أعرف أنك تطرح السؤال للتمييز بين النموذجين في الولايات المتحدة على سبيل المثال الذي يجري الانتخابات هي الولايات وأجهزاتها المحلية لكن هذا النظام هو أيضا الذي سمح أن يسقط الرئيس الأمريكي دونالد ترام برغم أنه هو الذي كان الرئيس في البيت الأبيض هناك دول كثيرة نعم أتفق معك لا تطبق الإشراف القضاء بمعناه الموجود عندنا لكن أمورها مستقرة وهناك دول أخرى ليست مستقرة لأن الفيصل الرئيسي في كل الأحوال ليس هو نوع الإشراف بالمناسبة ربما ربما يكون السبب الأساس هو مدى رسوخ العملية الديمقراطية والسياسية في البلاد في أي بلد ونحن أتحدث عنه وبالتالي هذا الأمر يعود إلى جوهر السياسة في مصر أنا أظن بمناسبة السؤال الذي تفضلت بطرحه في البداية على الدكتور عصاب فيما يتعلق بالأحزاب التربة السياسية الحزبية في مصر هشة للغاية المصريون في مغضب الانتخابات كانوا يعني تعودوا على فكرة المرشح الفرد والحزب يعني عدد الذين ينضع تقديرات تقول أن عدد المصريين منضمين رسمياً لأحزاب لا يزيد عن مليون شخص تقريباً في بلد فيها 105 مليون ومعظمهم يذهب إلى الأحزاب أو بعضهم على الأقل حتى يكون موضوعياً للحصول على منافع وليس إيماناً ببرنامج هذا الحزب والمساعدة في وصوله إلى السلطة هذا أمر طبعاً تتحمله الأحزاب بقوة وتتحمله الحكومة أيضاً وعلينا أن نبحث في الحوار الوطني وفي المستقبل عن طرق لتقوية الأحزاب الشرعية المدنية أعود لجوهر السؤال برة هو فكرة الإشراف القضائي المهم أن يترسخ الانطباع يخرج ليس مهماً ما هو نوع الإشراف أو طريقة الأداء المهم أن يصل للناس أنها انتخابات عادلة وتعبر عن ما صوتوا عليه هذا هو الأساس بعد ذلك فليكن أي مظام نختاره أشكرك شكراً جزيلاً لسيد عماد الدين حسين عضو مجلس أمناع الحوار الوطني كما أشكر أيضاً الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار والدكتور محمد فايز فرحات عضو مجلس أمناع الحوار الوطني شكراً لكم بالتأكيد والشكر موصول لحضراتكم ومشاهدين الكرام شكراً جزيلاً على طيب المتابعة هذه تحياتي كمال ماضي ودائماً هنا القاهرة عاصمة الخبر يامن الله